هذا الهامش وحالة الكشف اللي حضرتك عملتها لأنه يعني أنا أشهد وكنت قريب من المطابخ الصحفية إذا جازت تعبير وقتها يعني إنك كنت الصحفي الأكثر جرأة والأكثر شجاعة والأكثر مواجهة لنظام مبارك حالة الكشف دي كانت تبرر القسوة اللي تم التعامل بها معك شوف على المرأة يدفع ضرائبه على الدوام فيش حاجة بالمجان في التاريخ وأنا ابن فلاحين فقراء أنا كما هو معروف أنا من المنصورة أو مش من المنصورة حقيقة من محافظة الدهلية من قرية اسمها طويلة عشر كيلو شمال على بعد عشر كيلومترات شمال مدينة المنصورة أنا ابن فلاحين وعملته فلاحا مش ابن فلاحين يعني مش فندي ابن فلاحين أنا ظلالت حتى سن الثاني الثامنة عشر النهاية السنوية العامة أعمل في الأرض يعني أعمل في الأرض يعني بعزة واشتل وشوف تعالين وعمل زمام في القنوات والحمير لمؤاخذة يعني تحرن في أعف المية وهكذا وأصبت بالبلهارسيا مرارا وتكرارا واخدت التارتر إيميتك وثبت فيما بعد لما دخلت كل الطب وتخرجت أن التارتر إيميتك ده سيء جدا دار جدا بسكت أصبت بالضرر يعني الفكرة أنه أنا كمان ابن فلاحين لكن ابن فلاحين فقراء وهذا شرف خالص ليه أو أنا أعتبره كذلك تاجا فوق رأسي هؤلاء الفلاحين الأب والأم عمل إلى آخر نفس من أجل خدمة وسبع أبناء بناء ناثا وذكورا وعلموهم أفضل تعليم متاح لم يصلنا من أثر ثورة 52 أنا موليد واحد واحد 1955 شيء شيء بمعنى ما دخلنا إصلاح زراعي ولا أخدنا أرض وصحة ولا أي شيء من أصلاح لكن وصلنا الحلم فكرة أنه تحويل الوضع المصري أن الوضع المصري قبل 52 وهذا ما علمته طبعا فيما بعد كان برضو حصل فيه شفط إلى أعلى كان فيه قصور والقاهرة الخداوية وغيره لكن في نفس الوقت 85% الأقل تحت خط الفقر الشعار الأشهر الحملة الجماعية التي تعمق قومة الحفاء كانت أشهر حملة ففي النهاية طبعا كل المؤرخ الكلة كما أسميهم الذين يتحدثون عن زهو الأميرات وجمال الأميرات وجمال الأميرات بتجيب من الآخر يعني اليوم والخليف كله إحنا هم مؤاريخ كله